أما الجانب الثالث من جوانب عملية التدريس فهو ينصرف إلى الإجابة عن سؤال لماذا أعلم؟ يجب أن يجلس كل معلم مع نفسه ليحدد الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال لماذا أقوم بتعليم هذا الدرس؟ أو بمعنى آخر ما الأهداف التي أسعى إلى أن يحققها طلابي من خلال تدريس هذا الموضوع؟ إن معرفة المعلم بأهداف درسه هي التي توجه وترشد سلوكه التدريس على مدار زمن الحصة كله في ميدان اللغة العربية يجد المعلم أن لديه أهداف عامة هذه الأهداف العامة تجيب له عن سؤال لماذا يقوم أساسا بتعليم اللغة العربية؟ بشكل عام ما القيم والمثل العليا التي نريد أن نحققها من تعليم اللغة العربية؟ هذه الأهداف العامة تتحول إلى أهداف خاصة هذه الأهداف الخاصة هي التي نشتق منها الخبرة اللغوية الجديدة التي نقدمها للمتعلمين في كل درس من دروس اللغة العربية على حدة تغطي الأهداف الخاصة مجالات محددة أولا الأهداف المعرفية التي تتعلق بتعامل العقل مع المعرفة الجديدة الموجودة في الدرس كيف يستقبلها؟ هل يجب عليه أن يحفظها؟ هل يجب عليه أن يفهمها ويفسرها؟ هل يجب عليه أن يعمل على تطبيقها في حياته؟ هل هي معلومات مركبة تحتاج إلى تحليل؟ هل هي معلومات مفككة تحتاج إلى تركيب؟ هل هي معلومات فيها وجهات نظر؟ يجب على المتعلم أن يبدي رأيه فيها وأن يقيمها؟ كل هذا الكلام يشكل ما نطلق عليه الأهداف المعرفية في تعليم اللغة العربية هناك كذلك الأهداف الوجدانية المتعلقة بالجوانب الشعورية والنفسية بالاهتمامات والميول والاتجاهات والقيم التي يلزم أن يكتسبها معلم اللغة العربية مثل موقفه من اللغة الفصحى مثل استعداده للدفاع عن اللغة العربية مثل استعداده لأن يقوم بدور إيجابي في دعوة الناس إلى احترام اللغة العربية الفصحى وإلى استخدامها في حياتهم مثل حرصه الشخص على استخدام اللغة العربية في حياته هناك كذلك الأهداف المهارية التي تتعلق بكيفية أدائه لمهارات اللغة المختلفة كيف يستمع؟ هل يمتلك آداب الاستماع؟ هل يحسن الاستماع والإنصاط إلى الآخرين؟ كيف يتحدث؟ كيف يلقي الكلام؟ كيف يبدأ كلامه؟ كيف ينهي كلامه؟ كيف ينطق اللغة؟ كيف يختار الكلمات؟ كيف يبني الجمل؟ كيف يشكل النصوص؟ كيف يوظف التعبيرات والصور البلاغية والبيانية؟ ما سرعته في القراءة؟ ما فهمه في مواقف القراءة الصامتة؟ كيف يكتب؟ كل هذه الأهداف تتعلق بالمهارات الأساسية التي تشملها اللغة العربية مهارة الاستماع ومهارة التحدث ومهارة القراءة ومهارة الكتابة على المعلم أن يحدد لنفسه بشكل دقيق ما الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مع طلابه خلال كل درس من الدروس؟ إن تحديد الأهداف بمثابة أنوار تضيء للمعلم طريقه في رحلة تعليمه لتلاميذه في أثناء الحصة الدراسية